اشتركوا في القناة المجلس الاعلى للشباب والرياضة على ما يقدمه سموه من دعم لا محدود لبرنامج المسابقات الشعبي السارية الذي يقدمه تلفزيون البحرين طيلة شهر رمضان المبارك مثمنا سعادته مساندة سموه الكريم لرسالة البرنامج في ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والفخر بتاريخها العريق والاعتزاز بالموروث الشعبي والحضاري الغني وأشهد سعادة وزير الاعلام بالتطور النوعي الذي يشهده البرنامج في هذه النسخة وذلك بتخصيصها للاحتفاء بموروث كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انعكاسا لنهج مملكة البحرين في تعزيز منظومة العمل الاعلامي الخليجي المشترك لتكون أكثر تعبيرا عن جوانب التطور والتقدم التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسليط الضوء على ما تزخر به دول المجلس من تاريخ عريق وموروث وطني أصيل ووقف سعادة وزير الاعلام على عملية التحضيرات اليومية التي تشهدها القرية التراثية لتصوير برنامج السارية الذي يبث على الهواء مباشرة حيث تأتي هذه الزيارة للاطمئنان على طاقم البرنامج والقائمين عليه وسير عملية البث اليومية مؤتمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح نرفع أسمايات التهاني والتبركات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى جميع شعب البحرين لأن في الحقيقة هذه المناسبة عزيزة علينا وتذكرنا دائما بتراثنا وهذه البرنامج في الحقيقة يعني الفضل لسيدي سمو الشيخ ناصر أيضا أنه دعمه من البداية وأصبح اليوم يعني من أقوى برامج تلفزيون البحرين ومن الأقوى على مستوى الخليج الحمد لله أن هذه السنة أصبح أيضا برنامج خليجي ويمتد إلى جميع هذه الدول الأشياء يعني طبعا الحمد لله الله يعني من على مملكة البحرين بطاقات مبدعة سواء كان من فئة الشباب أو من العناصر اللي عندهم خبرة وعندهم مجال طويل في العمل الإعلامي الحمد لله الله وفقنا في وزارة الإعلام بتوجيهات القيادة أن نحن ندعم جميع الفئات في العمل الإعلامي السنة 13 أكثر من 11 الحقيقة شركة تعاوننا معهم وهما حقيقة اللي أنتجوا البرامج يعني أحد الأمثلة معاونا شركة سيل ميديا اللي تعمل في إنتاج يعني كمنتد منفذ لهذه البرنامج ووظفون عدد كبير من البحرينيين في تقديم العمل الإبداعي اللي اليوم نفتخر فيه جميعا من خلال هذا البرنامج فعلى غرار هذا البرنامج في برامج كثيرة أخرى كل الحمد لله يعني يساهم في تقديم باقة مميزة من خلال تلفزيون البحرين في رمضان هذا وبإذن الله بعد رمضان وما بعد بإذن الله